اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ان الجهود الوطنية لكافة اعضاء فريق البحرين مستمرة للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 بما يحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين منويها بان التزام الجميع بالاجراءات الاحترازية ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار واجب وطني ومحرك اساسي لمواصلة تنفيذ الخطط الموضوعية للتعامل مع الفيروس في كافة مراحلة وتحقيق النجاح فيها ونوه سموه بان مضاعفة الجهود وتكثيفها تستوجب تكاتف الجميع من خلال الوعي باهمية الالتزام بكافة الاجراءات بما تقتضيه المسؤولية الوطنية فما نواجهه اليوم هو تحدي يمس التهون فيه صحة وسلامة الجميع دون فرق بين عرق أو دين أو أي انتماء والمواطن الواعي المشارك في الاجراءات هو مصدر قوة في مواجهة هذا الفيروس وركيزة نجاحا لكافة المساعي نحو تحقيق الانهاء الاهداف المنشودة وحتى سموه الجميع للمشاركة بفعالية في الحد من انتشار الفيروس وقال حفظه الله يجب ان نلتزم للبحرين بكافة التعليمات والاجراءات بعزم ومسؤولية خلال الاسبوعين القادمين حتى الاول من اكتوبر لنحقق معا الانخفاض المطلوب في مؤشرات الانتشار وقال سموه ان الكوادر الطبية والتمريضية وكافة فرق الداعم لهم من الجهات المختلفة تقوم بواجباتها ومهامها بكل اقتدار من اجل الوطن والمواطنين وكل من يعيش على ارض المملكة وهذه الجهود الكبيرة هي محل فخر واعتزاز ويجب ان تقدر من الجميع وان اكبر تقدير ورد للعرفان والجميل لهم في هذه المرحلة هو الالتزام بالتعليمات التي تزر عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات ذات الصلة من اجل تغلب على هذا التحدي مقدما سموه الشكر والعرفان لكل الطواقم الطبية والتمريضية والعاملين في الصفوف الامامية وكافة الجهات المساندة لهم على ما يقدمونهم من عطاء وكذلك لكل مواطن استشعر المسؤولية الملقاة على عاتقه والتزم بكافة الاجراءات الاحترازية واضعا نصب عينيه مصلحة الوطن وكافة افراد المجتمع جاء ذلك لدى ترأس سموه حفظه الله اليوم اجتماع اللجنة التنسيقية عن بعد بحضور اصحاب السمو والمعالي والسعادة اعضاء اللجنة حيث استعرض الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا برئاسة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الاعلى للصحة استعرض تقريرا حول مستجدات الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا وقدكد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا ان نجاح سير مسارات العمل التي تتم من قبل كافة الفرق العاملة في الصفوف الامامية اليوم تعتمد على كل فرد من افراد المجتمع عبر استشعاره الخطر الذي يقوم به كل متهاون بالاجراءات الاحترازية والنداءات المتكررة التي يطلقها الفريق الوطني الطبي وما يسبب هذا التهاون من ارتفاع معدلات نقل العدوى مما يسبب الضغط على الطاقة الاستيعابية والكوادر الطبية والتمريضية منوها الفريق بان العودة لمستويات الالتزام التي شاهدناها في شهر مارس كانت تعكس وعيا مجتمعيا نطمح بالعودة له بالتزام الجميع ودعت اللجنة التنسيقية وفقا لتوصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كل فرد من افراد المجتمع للتحلي بالمسؤولية المجتمعية تجاه وطنه واهله وافراد المجتمع عبر الحث على تعزيز الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية لمدة اسبوعين لغاية الاول من اكتوبر المقبل وتقليل الاختلاط للمساهمة بفعالية في التصدي للفيروس وخفض معدلات انتشاره وذلك من خلال الحد من التواصل المجتمعي بعد العودة من مقرات العمل خارج الاسرة الواحدة في المنزل والمحيط الاجتماعي في النطاق المعتاد والمحدود مؤكدة على ضرورة الالتزام بلبس الكمامات خارج المنزل وفي كل الاوقات وعدم الخروج الا للضرورات المعيشية ومرعاة تطبيق معايير التباعد الاجتماعي مهيبا بجميع المواطنين والمقيمين بضرورة اتباع الارشادات والتدابير الوقائية الى جانب تطبيق كافة التعليمات الصادرة فيما يخص مواجهة فيروس كورونا ومن اجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع في ضوء ازدياد عدد الحالات القائمة لفيروس كورونا وبناء على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي للفيروس فقد تقرر الاستمرار في تعليق الدراسة في المدارس الحكومية وتأجيل عودة اعضاء الهيئات الادارية والتعليمية والفنية بالمدارس الحكومية لمدة اسبوعين حتى الرابع من اكتوبر المقبل على ان تكون عودة الطلبة للمدارس الحكومية في الحاد عشر من اكتوبر المقبل الى جانب الاستمرار في تنفيذ عملية الفحوصات الطبية لفيروس كورونا لاعضاء تلك الهيئات بالتعاون مع وزارة الصحة فيما تستمر الدراسة في المدارس الخاصة ورياض الاطفال التابعة لها دون تغيير وفق وضعها الجاري كما تقرر تأجيل السنة في تقديم الخدمات الداخلية في المطاعم والمقاهي لمدة شهر ولغاية الرابع والعشرين من اكتوبر المقبل واكدت اللجنة والتنسيقية انه سيتم الاخذ بعين الاعتبار مدى الالتزام بجميع الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا للعمل على فتح او اغلاق القطاعات وبحسب المعطيات والنتائج سيتم بشكل دوري مراجعة القرارات ذات الصلة بهذا الشأن وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الجميع ترجمة نانسي قنقر